نروح لزاملنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة علشان يطمننا وكمان من داخل استاد مختار التتش عشان يطمننا على مستهل استعادات الأهلي لمبارات القمة توفيق أهلا بيك سهل خير يا أمير تحياتي لك وكل مشاهدين متابعة القناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا بيك يا توفيق طمننا والنبي كده وطمن جمهيري النادي الأهلي على الفريق وكيف يستعد لمبارات الزمالك المقبلة بالتحديد بعد التعصر الأخير أمام بيرامدز وأهلا بشوف يعني هتكون الاستعدادات مختلفة وهمة للغاية فأقول لنا إيه الجديد عندنا يعني على بركة الله إن شاء الله أمير فريقنا ندي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يعني يبتدي اليوم استعداد المبارات الزمالك في نهاية كأس مصري بإذن الله مساء الخميس المقبل بإذن الله إن شاء الله تكون عودة للانتصارات ويكون ما إحلال انتصارات يعني ويعودة بالزفر بطولة كأس مصري والنادي الأهلي بالطبع بيخش المباراة وهو حمل اللقب وطبعا أكثر أندية تتوجه باللقب 37 بطولة إن شاء الله يبقى يوم الخميس انتصار والحصول على اللقب 38 كمان يمكن جهاز الفني واللاعبين موجودين من بدر جدا هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة أمير كان من الساعة أربعة كل موجود داخل غرف الملابس يمكن معاوني من سورش كانوا موجودين في الملعب من بدر جدا جاهزوا الملعب وقعدوه أكيد باهم من خلفي يمكن تم رش الملعب مرتين طبعا نظرا ليه اتفاع درجة الحرارة يمكن قبل التمرين بساعة وقبل التمرين مرة تانية بنص ساعة بيتم رش الملعب طبعا تبقى ليه تعليمات الجهاز الفني يمكن دلوقتي حالا وأنا بكلمك الجهاز الفني واللاعبين داخل غرفة المحاضرات في محاضرة مطولة جدا من الجهاز الفني بيتكلم فقط طبعا عن أهمية المباراة وطبعا أكيد تتكلم عن اللي حصل في المباراة الأخيرة وطبعا أمال وطموحات جمهر النادي الآلي ومصلحتهم إن شاء الله بالزفر ببطولة كأس مصر إن شاء الله أمام الزمال يوم الخميس المقبل إن شاء الله من بعد المحاضرة هيكون مران الفريق هيكون ينتظر أن يكون مران قوي خاصة مع الأجازة اللي تم منحها للفريق بالأمس إن شاء الله يكون كل اللاعبين في حالتهم البدنية والفنية اللي منتظرنا وإن شاء الله يكون النهاردة بداية الإعداد وإن شاء الله تكون خير بداية إن شاء الله الفريق هتمرن النهاردة وبكرة وب кан tangOpen من بكرة إن شاء الله عقب الميران بإذن الله وإن شاء الله تكون كلها استعدادات تنتهي بفرحة الجمهور النادي الأهلي وتكون مصالحة ببطولة بإذن الله ويكون اللقب الثمانية وثلاثين من كاس مصر في دولة بطرات النادي الأهلي أمير هيحصل بإذن الله يا توفيق بس أريد أن أسألك سؤال مهم لأن جماهير النادي الأهلي دائما بتركز في تفاصيل صغيرة والتعبيرات اللي على وجوه لعبي النادي الأهلي قبل بداية الميران النهاردة وأنت كنت موجود وأنا عارف أنت من الناس المجتهدة اللي دائما بتبقى مركز في كل حاجة شفت إزاي تعبيرات وجوه لعبي النادي الأهلي بالتحديد بعد التعصر الأخير اللي كان بشكل سيء أمام بيراميدز وقبل مباراة كبيرة ومهمة ببطولة تفرق معاك في بقية الموسم قدام نادي الزمالك في نهاية كاس مصر العادي والطبيعي أمير أن أنت فريق بطل النادي الأهلي هو فريق بطل كبرياء البطل واطموح البطل لا يتوقف أبدا وأعتقد أن أكثر نزع لنا على نتيجة بيراميدز قبل جمهوري النادي أهلي هم لعاب النادي الأهلي اللي أكيد عمره ما يرضو بالخسارة ولا يرضو بالانهزام خاصة أنك داخل على مباراة كبيرة زي ما قلت أمير مباراة الزمالك وكمان يعني مباراة الزمالك متزامنة عن نهاية بطولة يعني أنت بتتكلم في مباراة قمة وفي نفس الوقت هي مباراة محددة البطولة وفي نهاية بطولة أعتقد لعاب النادي الأهلي هم أكثر الناس أحساسا بالمسئولية وهم أكثر الناس وأكثر الناس أحساسا بتأدير الموقف هم أكثر ناس نفسهم حقا البطولة عشان يصالحوا كل جميل النادي أهلي يمكن يأمير الناس بتتكلم عن الأداة والملعب لكن الناس ناسية كتير جدا للنادي الأهلي يعني الجملة من الإصابات الخط الأمامي تقريبا أنت بتتكلم فأكتر من 70% من اللاعبين اللعبين اللي بلعبوا في الخط الأمامي خاصة الأجناحة مصابين وغيبين على الفريق تلاح مباراة بشكل كبير جدا إجهاد بشكل كبير جدا اللعب أعتقد تعبد كتير جدا للفترة اللي فاتت وإن شاء الله في المباراة المقبلة باللنا شفته النهاردة وبدأت فترة الاعداد للمباراة بإذن الله يكون اللعبين عند حصن زن الجميل النادي الأهلي وأعتقد اللعب النادي الأهلي هيظهر بإذن الله مساء الخميس وهنشوف ده في الملعب خسارة مباراة مش نهاية المطاف أعتقد شخصية البطل وشخصية لعب النادي الأهلي هتكون حضرة بقوة وهيرجعوا بأسرع مما الناس كلها تتخيل عميل إن شاء الله توفية في الحقيقة أنا أشكرك شكرا جزيلا زمينا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي كان معنا مستاذ مختار التيتش وطمنا بشكل كبير جدا على حالة اللعبين قبل الاستعداد لمباراة الزميلك هروح لفاصل سريع